السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نريد أن أهني المركز الدولي للعدالة الانتقالية بمناسبة ذكرى انبعاثه الخامسة عشر وهذه مناسبة لأؤكد مرة أخرى على أن العدالة الانتقالية هي جزء هام من جدا في مشروع الانتقال السلمي من ديكتاتورية إلى نظام ديمقراطي ونحن في تونس منذ البداية يعني منذ انطلاق الثورة ثم بعد ما صارت الحكومة الأولى كان هدفنا هو أن الانتقال يكون سلميا ويكون ديمقراطيا وبالتالي ركزنا كثيرا على هذه العدالة الانتقالية وأنا سعيد جدا بأنه في تونس الآن أصبح عنا هيئة الحقيقة والكرامة وهذه الهيئة الحقيقة والكرامة دعمتها وأدعمها وسأواصل دعمها لأنني أعتقد أنها ستلعب دورا مصيريا وهاما في هذه الانتقال الديمقراطي الشيء الثابت هو أنه الآن نحن بصدد تجربة في العالم أجمع لهذه العدالة الانتقالية وهذه التجربة يجب أن تنجح في كل مكان وأعتقد أن نجاحها يتوقف بالأساس على الإرادة السياسية يعني أينما توجد إرادة سياسية حقيقية يمكن أن نذلل كل صعوبات والتالي فأني أدعو كل الأطراف السياسية أن تدعم هذا المسار لأنه يحفظ حقوق الناس وفي نفس الوقت يعني يمكن المجتمع من برء جراحه ومن المرور إلى حالة أخرى يعني يتجاوز بها ألام الماضي أهم شيء في العدالة الانتقالية هي أنها تركز على التعويض وتتفادى الانتقام هذه الفلسفة أتمنى بطبيعة حال أنها تكون موجودة في العدالة الانتقالية لكن أتمنى أيضا أن تمر إلى العدالة الأخرى إلى العدالة العادية وهذا سيكون الانتصار الحقيقي للعدالة الانتقالية